أهلا وسهلا بك أستاذ سالم وعنبي أستاذ المشاهدين أهلا بك إذن أحكام بالسجن المؤبد يصدرها الاحتلال التركي على النساء مختطفات في وقت سابق في منطقة عفرين وهذه الأحكام تعتبر جزءا من سلسلة انتهاكات تمارسها أنقرة في المنطقة ما هي تدعيات هذه الانتهاكات على سكان المنطقة المحتلة وبالأخص على النساء؟ في البداية أعتقد أن هناك لبس في موضوع المحاكمات هذه المحاكمات هي محاكمات غير مباشرة من قبل الاحتلال التركي فهذا الاحتلال يبرئ نفسه من هذه المحاكم ويتركها للمرتزقة والإرهابيين في الواقع لا يوجد هناك أي محاكم وأي قانون وإنما قانون الغاب يسود في مدينة عفرين بالنسبة لموضوع اختطاف النساء لا أعتبره سجنا لأنه اختطاف بدون أي تهم حقيقية والتهم التي يلقونها على هؤلاء النساء أنها تهم إرهاب أنا أعرف بعض هؤلاء النساء بشكل شخصي إحدهن إنسانة بسيطة مسكينة مسالمة جدا لا حول لا ولا قوة لديها طفلين صغيرين أحدهما كان رضيعا عندما تم اختطافها كيف تقوم هذه الأم لطفل رضيع بالإرهاب وإنسانا لا تستطيع أن تخطط لحياتها اليومية حتى لتخطط لعمليات إرهابية وهذه الكذبات التي يدعيها الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها أعتقد أن العدد أكبر بكثير مما هو منشور لأن موضوع اختطاف النساء مرتبط بالعادات والتقاليد والعيب من نشر أسماء النساء لذلك تم تنع كثير من العائلات عن نشر أسماء بناتها أو نسائها للأسف الشديد الموضوع مؤلم جدا أن لا يكون هناك أي إطار قانوني أو أي جهة تدعي نفسها بأنها مدافعة عن حقوق النساء للمطالبة بإطلاق صراحة أولئك النساء نعم سيدة أمينة أنت تفضلت بأن التهم الموجهة إلى المختطفات هي تهم إرهاب هل كل التهم الموجهة لهذه النساء هي تهم إرهاب أم أن هناك تهم أخرى يتم تلفيقها أو الادعاء بها لاختطاف نساء بحسب المعلومات المتوفرة لدي كل من يتم اختطافه من قبل المرتزقات تلتصق به تهمة الإرهاب نعم سيدة أمينة منذ احتلال عفرين في عام 2018 وإلى الآن يرتكب الاحتلال التركي شتى أنواع الانتهاكات بحق سكان المنطقة بمن فيه من النساء هل تستخدم هذه الانتهاكات كدليل لإدانة أنقرة في المحافل الدولية أستاذ الكريم هذه الانتهاكات تأتي في طار الترهيب والتخويف لتهجير من تبقى من المدنيين وعدم السماح للمهاجرين بالعودة فقط هي تهم تلقى جزافا لكن أن تقدم هذه الانتهاكات للمجتمع الدولي لمطالبة الاحتلال التركي بأخذ دوره كمحتل على الأقل لا زالت حتى الآن لا ترقى لمستوى المحاكمات الدولية كما قلت في البداية الاحتلال التركي يتهرب من هذه الممارسات التي يقوم بها المرتزقة مدفوعين من المخابرات التركية الاحتلال التركي يتهرب من هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي نعم سيدة أمينة بما أنك قلت بأن إحدى المختطفات أنت تعرفينها بشكل شخصي هل هناك اعتداءات بحق هذه النساء المختطفات اعتداءات جسدية أو غير ذلك خلال فترة الاختطاف أستاذ الكريمة المشرفون على هذه السجون هم مجموعة مرتزقة لصوص قطاع طرق مجرمون جاءوا من كافة نحاء السورية يعني للأسف الشديد مجرم يحاكم مدني مجرم يشرف على هذه السجون فماذا تتوقع أن تحدث في هذه السجون لا أستطيع أن أقول لك أنه داخل السجن لكن المعروف أنهم يقومون بكافة أنواع الانتهاكات بحق النساء لكن كما قلت العائلات عادة تمتنع عن التصريح بهذه المعلومات خوفا على سمعة المرأة والعادات والتقاليد السائدة في مجتمعاتنا نعم كنت معي من مدينة بون السيدة أمينة مصطو ناشطة إعلامية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك